كانت قديمة قدم الزمن الصناعة التقليدية المغربية قدم الزمن شوفي المدن مثلاً كناز فاس مراكش شوفي الصناعة التقليدية الأصيلة المغربية لكن توزعت في العالم توزعت ما كانش لها شهرة يعني ذلك الشهرات تلقي مسجد في المكسيك في صناعة تقليدية ولا في الأرجنتين ولا في فرنسا ولا في الكوديبوار ولا في مساجد في صناعة تقليدية مؤخراً هذا المغرب نافور للاتحاد الإفريقي صناعة تقليدية لكن مين تقيم الصناعة التقليدية؟ هنا السؤال مين رفع قيمة صناعة التقليديين في المغرب هو سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه الملك الحسن الثاني هو اللي رفع مستوى الصناعة التقليدية وعطى لكل حرفيين محلات بيع وشيراء ووجمع الحرفيين في أماكن محدودة يعني أماكن معروفة وعطاها قيمة عالية جداً صناعة تقليدية وحتى الفن الأمازيغي من الرفع أعطى أهل حسن الثاني لأطاقهم فن الأمازيغي وكان فنان كان عالم كان فقيق يعني كنت عنده رؤية يعني مستقبلية كان سابق عصر لو حي الحين كان نفتخر بالمغاربة اللي خلي على الله صحي الله يرحمه وهذا اللي نقوله الله يرحمه ندعو له بالرحمة والغفراء كان